تذكرت وانا اقرأ كتاب اليوم عبارة قالها لي صديق قديم بان العلاقات في هذا الزمان صلاحيتها مثل صلاحية الزبادي وعلى ما تحمله هذه العبارة من ضرافة لكن الذي شدني فيها بالفعل هو هذا التشبيه للعلاقات بالمنتجات الاستهلاكية والذي هو محور كتاب اليوم الذي يرى بان الروابط الانسانية في عصرنا هي روابط هشة سائلة ليست العلاقات العاطفية فقط بل ضربت هذه الهشاشة والسيولة كل اشكال الروابط داخل الاسرة والحي والمدينة والعالم فحلت مكان العلاقات الوثيقة علاقات فضفاضة مؤقتة حتى اشعار اخر يمكن الاستغناء عنها في اي وقت لكن هذا التحول لم يحدث فجأة بل كان نتيجة لسلسلة تاريخية طويلة فدعونا نستعرض كتاب الحب السائل عن هشاشة الروابط الانسانية لعالم الاجتماع البولندي زيكمونت باومن هذا الكتاب هو ضمن سلسلة مشروع زيكمونت باومن في السيولة والتي تضم الحداثة السائلة والحياة السائلة والحب السائل وغيرها وانا قرأت كتاب الحداثة السائلة قبل الحب السائل في كتاب الحداثة السائلة ركز على الجانب التاريخي العام لفكرة السيولة بينما في هذا الكتاب الحب السائل ركز على السيولة في العلاقات او الروابط الانسانية لكن حتى نفهم ما الذي يقصده باومن بالسيولة هنا نحتاج ان نرجع قليلا بالتاريخ الى الوراء اوروبا عاشت فترة من تاريخها امتدت لألف سنة بين القرن الخامس والخامس عشر الميلادي فيما يعرف بفترة العصور الوسطى التي كانت سطوة الكنيسة فيها عالية فكانت الافكار خلال هذه الفترة صلبة بتعبير باومن بمعنى ان هناك مرجعيات واضحة تحدد افكار الناس وتشكلها سواء كانت هذه الافكار دينية او اجتماعية وبغض النظر عن صحتها بعد هذه الفترة وحتى الحرب العالمية الثانية شهدت اوروبا تحولات تاريخية تميزت بسمتين الاولى رفض المقدسات والتقاليد والحدود وكل الافكار الصلبة التي تميزت بها الفترة السابقة بمعنى اخر اذابت هذه الفترة كل الافكار الصلبة الموروثة السمة الثانية لهذه الفترة هي انها بعدما تخلت واذابت كل الافكار الموروثة استبدلتها بمركزية العقل فلم تعد المركزية للكنيسة بل للعقل ومنحت السيادة المطلقة لهذا العقل وما عداه يجب ان يتراجع بمعنى ان اذابة الافكار والقوالب الصلبة لم تكن هدفا وغاية بحد ذاتها انما وسيلة ليحل مكانها العقل وهذه باختصار هي فكرة الحداثة لكن بعد الحرب العالمية الثانية جاءت مرحلة اخرى هي مرحلة ما بعد الحداثة والتي يسميها المؤلف بالحداثة السائلة والفرق بينه وبين المرحلة السابقة ان المرحلة الاولى كانت اذابة الافكار القديمة الصلبة هي لتحل مكانها افكار صلبة اخرى لكنها متوافقة مع العقل فهي تهدف للوصول الى غاية بغض النظر ستصل او لا لكن في الحداثة السائلة صارت الاذابة هي الهدف بحد ذاته يعني هي ما تسعى للوصول الى شيء بل هي قائمة على التحديث الدائم والاستهلاك الدائم ولا يوجد شيء ثابت وصلب ولا مرجع يحدد افكارك كل شيء سائل ومؤقت ومتغير وسريع الشيء الثابت الوحيد هو التغير وهذه الصفات متمثلة في المجتمع الاستهلاكي لان فكرة الاستهلاك تقوم على انه لا شيء ثابت كل شيء يجب ان تكون له فترة صلاحية وإلا فكيف ستشتري مني مرة اخرى كل شيء يجب ان ينتهي ولا ينبغي ان تتمسك بالاشياء سيارتك اللي اشتريتها اليوم ستنخفض قيمتها بعد سنوات وعليك ان تستبدلها باخرى الايفون القادم هو افضل من الايفون الحالي اللي تمتلكه حتى لو ما تغير فيه شيء وسيدفعك المجتمع الاستهلاكي للتحديث المستمر هناك رغبة دائما في الاستمتاع باشياء جديدة ومختلفة والاشباع السريع لرغباتنا دون بذل جهد طويل لذلك تشجع الاعلانات البطاقات الايتمانية حتى تحقق للمر هذا الاشباع الفوري لرغباته دون ان ينتظر هذه الثقافة السائلة لم تقتصر فقط على مشترياتنا بل اثرت حتى على علاقاتنا الانسانية فصار انسان اليوم يخشى الالتزامات الدائمة والعلاقات الثابتة والابدية والحب القائم على عبارة تعاهدنا على ان لا يفرقنا الا الموت والتي لا تتفق مع الطبيعة الاستهلاكية فصار الانسان في صراع داخلي فهو من جهة يحتاج ويرغب بالامان الذي تمنحه له العلاقات الانسانية خصوصا في وقت الشدة ولكنه في الوقت نفسه يخشى ان يجلب هذا الارتباط اعباء وضغوط لا يتحملها وتفقده الحرية التي كان ينعم بها مع ان المخاطر موجودة في كل المعاملات الاستهلاكية لكن التجار السلع يحاولون طمأنة الزبون بضمانات كثيرة مثل القدرة على استبدال المنتج خلال فترة محددة وخدمات ما بعد البيع بينما مخاطر العلاقات بلا ضمانات مؤكدة لان هذه طبيعة الحياة المشتركة اصلا قبل ان تشوهها الثقافة الاستهلاكية والزواج يعني قبول هذه التبعات لان العلاقة مع ذات اخرى اي كانت هي علاقة مع المجهول والعيش المشترك يتضمن بالضرورة هذه الازدواجية مع الاخر بما فيها من رعاية وايواء والتنازل عن شيء من ملكيتنا لذلك يقول ايريك فروم لا يمكن تحقيق الاشباع في الحب من دون ايمان حقيقي وانطباط حقيقي وشجاع حقيقية لا يمكن ان تكون علاقتنا مع الاخر مثل علاقتنا مع اي سلعة استهلاكية نستبدل القطع لأي عطل دون ان نبذل اي جهد في اصلاحها لذلك فالانسان السائل كما يقول المؤلف يريد اكل الكعكة ولا ينقص منها شيء ويريد من العلاقة الاذ ما فيها دون تحمل اعباء مسؤوليتها لذلك فهو يفضل ان تبقى روابطه مع الاخرين فضفاضة غير مصنفة احيان ما تذريه حب ولا صداقة ولا زمالة ولا علاقة ولا ايش بالضبط ويريدها مثل اي سلعة ان تكون قريبة منه لكن في الوقت نفسه يريد ان يملك حرية التخلي او كما سماه المؤلف نقلنا عن كاثرين جارفي بعلاقات الجيب العلوي التي يمكنه اخراجها من الجيب بسهولة متى ما اراد واعادتها بسهولة ايضا متى ما اراد يعني حتى في الجيب العلوي وليس الجانبي حتى تصير قريبة او كما نقل المؤلف عن اخر لما قال ينبغي ان تقع العلاقات على الاكتاف مثل عباءة خفيفة حتى يمكن تخلص منها بسهولة في اي لحظة وعزز التواصل الافتراضي هذه الهشاشة في العلاقات الانسانية وللمؤلف كلام جميل عنها تحت عنوان جماعات تراحمية للبيع فهو يرى ان الجوال منح الانسان القدرة على ان يكون موجودا وغير موجود في الوقت نفسه يعني ما دام الجوال معك فانت موجود في اي مكان دون ان تكون مقيدا فيه فاشبع رغبة الانسان المتناقضة بالقرب والابتعاد في الان نفسه وحل القرب الافتراضي مكان القرب الفيزيائي لانه اقل تكلفة فصارت الاتصالات البشرية موجودة ولكنها بلا روابط حقيقية مهما تكررت لذلك فالعلاقات الافتراضية اليوم يسهل الدخول والخروج منها بضغطة زر او بلوك وهذا الافتراضي لم يعد مجرد تعويض او امتداد عن القرب غير الافتراضي بل صار هو الواقع يقول ممكن تجلس في محطة قطار او طائرة وتسمع من يتحدث على هاتفه ما احد لفترة طويلة يقول وقد يخطر ببالك ان هذا الكلام الذي سمعته هو مقدم لمحادثة اطول في الواقع بينما في الواقع لا يوجد اي تواصل غيره وربما جربتم هذه الحالة في بعض علاقاتكم واباو من هنا لا يحصر العلاقات بالعلاقات والروابط العاطفية بل هي تشمل كما ذكرت كل اشكال الروابط الانسانية سواء كانت مع اسرتك او اصدقائك او زوملائك او غيرهم فربما جربتم في بعض علاقاتكم الافتراضية ان بقاءها في الحيز الافتراضي ليس لبعد الاخر بل هو اختياركم لانكم تريدون لهذه العلاقة ان تبقى في الحيز الافتراضي وان بعض الصداقات جيدة ما دامت في هذا الحيز ولان القرب الافتراضي اقل خطورة واكثر امانا فالقرب الافتراضي وان اذاب المسافة ولم يجعلها عائقا امام التواصل لكنه ايضا لم يجعل هذا التواصل عائقا امام الابتعاد اذا اردنا ولا اخفيكم ان هذه الملاحظات فسرت لي سر تحفظي في صداقاتي مع الاخرين كلما كان الاخر قريبا مني اعني فيزيائيا او في الواقع يعني انا اسكن في شقة في عمارة اضم اكثر من عشرين شقة ولي فيها سنوات كثيرة ومع ذلك ما تعظفت فيها على احد الان جزء منها يعود لشخصية انطوائية طبعا لكن ايضا لاني متحفظ في تكوين اي صداقة مع اني اقل تحفظ مع البعيدين او الافتراضيين لاني اخشى ان اتورط في صداقة اكتشف لاحقا انها لا تناسبني ولا اجد مناص منها لقربهم مني بينما البعيد عني ما لم تقربه انت منك هو بعيد لكن المشكلة كما يقول المؤلف انه كلما زاد القرب الافتراضي قل الوقت المخصص لاكتساب المهارات التي يتطلبها القرب غير الافتراضي فيهجرها الناس تدريجيا وينسونها وتأثرت حتى البيوت فلم تعد البيوت اليوم مساحات مشتركة للاخوة والصداقة والحب تحولت كما يقول المؤلف الى مركز ترفيه متعدد الاغراض يستطيع الافراد ان يعيشوا فيه منفصلين جنبا الى جنب او كما نقول احيانا تحولت الى فندق للمبيت ولم تكتفي هذه الثقافة السائلة والاستهلاكية بتجريد العلاقات الانسانية من طبيعتها التي كانت تتسم بالديمومة والمسئولية والثبات النسبي لكنها حاولت ايضا ان تسلع ما اسماه المؤلف بالاقتصاد الاخلاقي في مقابل اقتصاد السوق في اقتصاد السوق ومجتمع السوق مقياس النجاح وحركة المشتريات وحجم التبادل النقدي بين الناس وزيادة الانتاج القومي الاجمالي لذلك لا تحب الاسواق المجتمعات التراحمية التي يتبادل الناس فيها المنافع دون تبادل الاموال وهذا هو الاقتصاد الاخلاقي يعني لو تذكرون في السابق ولا زالت موجودة اليوم لكنها في السابق اكثر كنت اذا احتشت شيء في البيت تستعين احيانا بجارك واذا تعطلت سيارتك ساعتك شخص ما ما تعرف حتى ومجتمعات العربية الحمد لله ما زالت تتصف بهذه العلاقات التراحمية لكن هذا التعاون والاشتراك الاسري بين الجيران والاصدقاء والتي هو نتيجة طبيعية لروابطنا الانسانية والتزاماتنا الدائمة ما لها قيمة في اقتصاد السوق لانها انتجت نفسها بنفسها دون تبادل النقود وكل ما لا يحذك المال لا قيمة له في اقتصاد السوق الانسان الوحيد الذي يعترف به السوق هو المستهلك والمنتج لذلك هذا التضامن والمحبة والمشاركة والتعاطف هي افكار غريبة ومكروهة في اقتصاد السوق وتمثل بالنسبة للاقتصاد منطقة رمادية لذلك يسعى السوق كما يقول المؤلف لغزوها والاغارة عليها من خلال استراتيجيتين الاستراتيجية الاولى هي في تسليع ما يمكن تسليعه من هذا الاقتصاد الداخلي يعني اذكر قبل سنوات كانت اذا تعطلت سيارتي بسبب البطارية مثلا السعين باي احد الاشتراك بالبطارية حتى اشغل سيارتي وهذا التضامن مألوف في مجتمعات التراحمية لكن اخر مرة تعطلت فيها سيارتي بسبب البطارية واضحا دي مشكلة مستمرة مع بطارية السيارة المهم اخر مرة فتحت احد التطبيقات وطالبت خدمة اشتراك البطارية ودفعت مقابل هذه الخدمة فهنا تمكن السوق من تسليع ما كان يحققه المجتمع التراحمي بلا مقابل وصار لتصروا في قيمة بالنسبة للسوق لان المال هنا تحرك مع اني كنت اقدر استعين باي احد مثل ما كنت اسوي في السابق لكن يعني الناس ما زال الحمد لله فيهم خير لكن لما تأثرت طبيعة الناس ومجتمعاتهم بالثقافة الاستهلاكية تصرف كما يتصرف الانسان المستهلك لذلك فالسوق دائما يتتبى حاجة الناس لانه متى وجدت الحاجة وجدت فرصة الربح كما يقول المؤلف ولما يقدم سوق الخدمة ضمن سلعاته قد لا يصبح من المقبول بعدها ان تطلبها من الناس يعني اذا كنت في السابق تطلم من صديقك يوصلك المشوار اذا ما كانت عندك سيارة الان صار عندك اوبر ما لك عذر لذلك نرى احيانا على سبيل المزاح لما تطلب من احد خدمة بسيطة يرد عليك كم تدفع وتضحكون طبعا ليهم تضحكون لكن ما استغر بكرة تتحول فعلا لسلعة وتصير هتدفع يعني هتدفع فهذه الاستراتيجية الاولى التي يوظفها مجتمع السوق في حربه ضد الاقتصاد الاخلاقي وهي تسليع ما يمكن تسليعه الاستراتيجية الثانية هي تجريد هذه الممارسات عن قيمتها بتدريب الناس على تقدير قيمة الشيء من خلال قيمته المادية فقط وهذه اثبتت خطورتها ولا جدواها في كتاب الاقتصاد كما اشرحه لابنته ليانس فروفاكس استشهد المؤلف بدراسة قارنة بين البلدان التي يمنح المتبرعون فيها الدم دون مقابل مع البلدان التي يمنحونها بمقابل كان عدد المانحين للدم في البلدان التي يتطوع المتبرعون فيها بالدم اكثر بكثير من التي يدفع لهم مقابلها لان شعور الناس بسعادة مساعدة الاخرين وانقاذهم لا يشترى ما ان يصبح لما يقدمه الناس قيمة محددة فانها تستدعي في ذهنك سؤال الجدوى هل يسوى ان ابيع دمي مقابل 100 ريال مثلا فقد يقوم الانسان بالعمل النبيل المجهد دون مقابل ولا يقوم به لو اعطي مقابله المال لان نظرته في الحالتين مختلفة لذلك يرى المؤلف ان الجماعة التراحمية هي موقع الاقتصاد الاخلاقي وان الاغارة عليها وغزوها من قبل السوق والقوة الاستهلاكية هي اشد الاخطار التي تهدد الشكل الحالي للوجود الانساني لكنه مطمئن الى ان هذا التضامن سيصمد امام السوق وينجو من لكن بقاء هذه العلاقات التراحمية يعتمد كما يقول المؤلف على مقدرة الانسان على العيش مع مخاطرة العلاقات بما تتضمنه من التزامات انسانية ومساعدة متبادلة والعيش من اجل الاخر لذلك قصص المؤلف الفصل الثالث من الكتاب لمناقشة احد اهم الوصايا الانسانية التي انتجتها الحضارة لكنها مهددة من الثقافة السائلة وهي ان تحب اخيك او جارك كما تحب نفسك والتي يرى المؤلف ان الامتثال مثل هذه الوصية هو ميلاد الانسانية بان تحركن القيم والدوافع الاخلاقية لكن السؤال الذي تطرحه الثقافة السائلة وتهدد بها هذه الانسانية هو جدول وازع الاخلاقي لما ينبغي ان افعل ذلك ما عائد الاخلاق عليه ولم تكن اجابة هذا السؤال عند الغرب صعبة قبل عصر الحداثة السائلة لان الدين كان يقدم احد الاجابات الجاهزة على هذا السؤال من خلال فكرة الثواب والعقاب لكن لما ذابت المرجعيات امام الحداثة واختفت الجذور التي يمكن ان يعود لها الانسان السائل امام هذه الاسئلة انهارت قيم كثيرة وتشوهت الانسانية والمؤلف توسع كثيرا في هذا الموضوع فلم يكتفي بالتركيز على حالة السيول التي تسربت لعلاقاتنا الشخصية والاجتماعية بل تحدثت كذلك في الفصل الاخير عن شكل مدنة وعلى السياسات التشريعية وغيرها وهو في هذا الكتاب كما في كتاب الحداثة السائلة لا يقدم اي حلول بل كان يؤكد على انه لا توجد حلول محلية لمشاكل جذورها عالمية لكن تشخيص الحال قد يساعد الانسان على فهم نفسه والاخرين من حوله على الاقل واتمنى لكم دائما علاقات دائمة وصلبة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة